مطالبات برحيل القوات السعودية واتهامات لها بممارسة الإرهاب هذا ما عبرت عنه مظاهرة شارك فيها العشرات من أنصار المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن التظاهرة التي نفذت أمام معسكر قوات التحالف جاءت بعد يوم واحد من مغادرة رئيس الوزراء معين عبد الملك للعاصمة المؤقتة متجها إلى الرياض بعد أن فشلت الجهود السعودية في إلزام المجلس الانتقالي بتنفيذ الجزء العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي محاولات السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض لم تنجح بعد أن فشلت في إقناع قوات الانتقالي السماح لقوات الحرس الرئاسي بالدخول إلى عدن تنفيذا للاتفاق مراقبون ذهبوا إلى اعتبار التصعيد الذي قاده أنصار الانتقالي تم بدعم إماراتي استمرارا لممارساتها الساعية لعرقلة عمل الشرعية متهمين إياها بتجنيد نحو مئتي ألف عنصر لتنفيذ سياستها في الجنوب ليست المرة الأولى التي يتحرك فيها أنصار الانتقالي ضد السعودية لكن الشاهد هذه المرة أنها جاءت بشكل مباشر وواضح وهو الأمر الذي دفع مراقبون إلى دعوة السعودية لمراجعة سياستها في المناطق المحررة والتي تخضع لميليشيات تحركها الإمارات وفقا لمصالحها لا تشكرون